المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسأل الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية متوقعة خلال 24 ساعة القادمة نبدأها بأحوال التقس هذه الليلة في العاصم الرياض أجواء غالبا صافي درجة حارة صغرى 11 ضرارة تنميوية يميل التقس للبرودة فرص الأمطار تبقى حاضرة في مناطق جنوب غرب المملكة هذه الليلة تطال أحياناً بعض المدن الساحلية بما في ذلك مدينة جدة كما وتتهيئ فرص الأمطار في الأجزاء الشرقية من اليصيم ووصولاً إلى حفر الباطن والمناطق أشمالية الشرقية من المملكة نهار يوم الغد يطلع ارتفاع على درجات الحارة في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة على وجه التحديد كما تبقى فرص الأمطار مهيئة على مرتفعات جنوب غرب المملكة بشكل خاص وتتراجع فرص الأمطار في باقي مناطق المملكة تبدأ درجات حارة في ساعات المساؤنة بالانخفاض المتسارع في المناطق الشمالية من المملكة دعونا نستارد معكم درجات حارة العظمى متوقعة غدا والصغرى ليلة الخميس على الجمعة نبدأها شمالا من سكاكا 18-7 وفي تابوك 19-10 درجات مئوية المناطق الغربية من المملكة في مكة المكرمة 31 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 21 الطائب 23-15 في جدة من 32-22 درجة مئوية وفي مدينة منورة من 26-17 مع فرصة الأمطار الرعدية أحيانا على المرتفعات وبعض المناطق الساحلية المناطق الجنوبية الغربية في أبهى من 22-10 في الباحة 19-14 وفي جزاء من 30-26 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة في الاحساء تكون 27-13 الدمام 26-14 وفي حفر الباطن من 18 إلى 9 درجات مئوية ختاما في المناطق الوسطى الرياض 27-12 هناك ارتفاع واضح لدرجات حارة في ساعات النهار القصيم 18-9 في بريده وفي حائل من 18 إلى 6 درجات مئوية هذا كلكم بدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة دمتم بخير إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى